أبدأ معك صابر أيوب من إبل السقي صابر هل هناك من أي تحركات رسطموها من أي استهدافات وخاصة بأن هناك تمهيد من قبل المدفعية الإسرائيلية التي استهدفت عدة مناطق في الجنوب وأيضا سلاح الجو الإسرائيلي الذي استهدف عدة مناطق في الجنوب والضحية الجنوبية أيضا أحمد ليس في هذا الظلام يمكن رصد أي تحركات عسكرية إسرائيلية على الأرض لكن واضح جدا من خلال القصف الذي كنا نسمعه قبل ساعات قصف كثيف مكثف بشكل لم يسبق له مثيل منذ أن اندلعت هذه المواجهات أو هذا التصعيد غادة طفان الأقصى هذا يوضح كيف أن الجيش الإسرائيلي بالمدفعية المرابضة على الجهة الأخرى من الحدود كان يحذر أو يمشط مختلف التضاريس اللبنانية هنا في الجنوب تمهيدا لدخول القوات البرية لذلك ربما كما لاحظناه قبل ساعتين أو ثلاث بالفعل كان هذا القصف المدفعي خف قليلا وربما هذا ما سمح بدخول أو توغل بعض القوات البرية البيان الذي صدر قبل قليل كان أعلن أن بهذه العملية بدأت فعلا قبل ساعات ربما هذا ما يفسر هدوء القصف المدفعي بعض الشيء كان هناك قصف متواصل الآن هدأ تماما هدوء تام من حين لآخر فقط نسمع قذيفة أو قذيفتين فقط من قبل كان القصف كثيب جدا تحت غطاء نيران جوية أيضا شملت مختلف البلدات والقرى الحدودية اللبنانية غارات مكثفة لم يسبق لها مثيل منذ أن اندلعت هذه المواجهات ومنذ أن اندلع هذا التصعيد لحد الآن كما تشاهد في الصورة لا يمكن القصف المدفعي كان يصدر من هذه الناحية من ناحية سهل الخيام وسهل مرجعيون لكن الآن هدأ هذا القصف ربما الآليات العسكرية الإسرائيلية لا نستطيع أن نجزم في هذا الظلام ربما توغلت من هذا الجانب نظرا لأن القصف كان شديدا جدا وهو قصف تمهيدي واضح جدا تمهيدي تحت غطاء نيران جوية أيضا كذلك في القطاع الأوسط ربما هناك توغلات للجيش الإسرائيلي ونفس الشيء بالقطاع الغربي من الجنوب اللبناني الذي تعرض إلى نيران كثيفة أيضا سواء كانت مدفعية أو جوية لحد الآن لا نسمع أي اشتباكات بالرصاص ربما تكون أو أي التحام لا نستطيع أن نؤكد أي التحام بين القوات المتوغلة والجيش وربما المقاتلين مقاتلي حزب الله لا نسمع أي إطلاق للرصاص وبالتالي لا نستطيع أن نتزم إن كانت هذه الآليات توغلت وإلى أي مستوى توغلت إلى أي مساحة توغلت وفي هذه الظلام لا يظهر أي شيء لكن من الواضح أننا لم نسمع هدأ هدير المدافع هدأ لكن لا نسمع أي إطلاق أو اشتباكات أو إطلاق للرصاص ربما في الساعات اللاحقة ربما نشهد مثل هذه المواجهات أو التحام بين أي عناصر لحزب الله مع الدبابات أو الآليات الإسرائيلية المتوغلة لا نستطيع أن نتزم الآن ولا تتوفر لدينا المعلومات الكافية لنؤكد من أي جهة دخلت هذه القوات أو من أي جهة بدأت العملية البرية العسكرية كما أعلنها البيان الرسمي للجيش الإسرائيلي هل من هذه الناحية التي كما قلنا من قبل شهدت أعنف قصف في هذه الجهة في القطاع الشرق